أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جيبالي أن المنطقة العربية تشهد تحديات وأزمات تعد هي الأكبر في تاريخ مصر المعاصر أبرزها الانتهكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وخلال الجلسة العامة للمجلس أكد المستشار الدكتور حنفي جيبالي أن مصر لم تتدخر جهدا من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين وأن المجلس والنواب يدعمون الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية مصر لم تتدخر جهدا من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين ومجلس النواب يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة